الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس أهلا بكم إحنا بندر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة في أعداء للرقبة كتير أعداء أولا النوم بطريقة غلط إحنا أسات زيت النوم بطريقة غلط اللي بينام في العربية واللي بينام هو يعني بيذاكر واللي بينام في راحات مترو واللي بينام في السينما النوم بطريقة غلط برضو وضع الكتاف يعني الكتاف بصلاك واحد ماشي الكتاف عاملة كده مش عارف ايه ده بيدر الرقبة جدا الضغوط والإجهات برضو التوتر للفترات طويلة والحركات الغير طبيعية بقى يعني مثلا إن واحد يروح مرة واحدة منطقطع رقابته عامل رقابته منطقطعها أو تنيها مرة واحدة بشكل مفاجئ ده خطر جدا جدا برضو يعني في ناس تحط راسها في زاوية غريبة يعني بصت لقي مثلا إيه يعني واحد بيشتغل تحت سقفواطي بيشتغل في حتة في صندارة مثلا طالح في صندارة وأعمال يشتغل وبيحمل فطول الوقت عامل كده آآ طويل هو وقاعد في عربية صغيرة وبتاع فعامل كده مسافر من هنا مثلا اللي حتة بعيدة وطول التك هينزل رقابته فيها مشكلة كبيرة جدا طبعا للإصابات والحوادث والوزن وكل ده بيلاعب طول خطير جدا الرعبة مهمة جدا يا جماعة والغدروف العنق ايه ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل والحقيقة العلم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تيكنيك في منطقة الغدروف هنفهم ليه النهاردة مع ضيف الأساس الدكتور هشام العزيزي أهلا بيك يا دكتور هشام بيه بنور الناس الحلوة أهلا بيك يا بره عايزة كلم الأول عن آلام الرقبات كل ناس رابيت لها بتوجهها أنا رابتي ساعد المقدمة حدا كلتها مقدمة جيدة جدا واضيف عليها الموبايل واللعبة على الكمبيوتر واللعبة على الايباد تلاقيه موط راسه فترة طويلة مدة نص ساعة ومشو ياخد باله عالطول يجي له ألم في رقبته الرقبة فيها عمود فقري الفقرات فوق بعضها متصلة بمفاصل وجواها حبلة شوكي وفو بين الفقرات فيه الغداريف وعليهم من بره عضلات في أي حاجة من اللي أنا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع ممكن تبقى هي اللي بتوجع العين وربنا خالها أي مفصل في جسمنا إنه يعمل حركة متوسطة يعني مثلا زي الصبع لو أنا أعمل حركة زي كده مش هتوجع تخيل بقى أنت عامل الصبع كده لمدة مثلا نص ساعة تيجي تتنيه هيوجعك أو العكس اتنيه كده لمدة نص ساعة تيجي تفرده هيوجعك نفس الكلام في الرئابة واحد منازل رئابته بيلعب لعبة وحطت وضع غلط أو نايم بالليل وبيقرأ كتاب فسند راسه على السرير الأوضاع الغلط دي زي ما أنت في المقدمة قلت يعني وضع حاجة لا خطيرة جداً واتبعدين هتعمل بقى الألم ما أنتش عارف الألم بيجي منين ممكن يجي في العضلات ممكن يجي من مفاصل ممكن من الغضروف زيت بقى السن والعجز والتأكل الشيخوخة يعني برضو بتصيب الرئابة وأخيرا تمرين بتتعمل غلط في الجيم في الرئابة تلاقي برضو بيشير حاجة غلط بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رئابته وشد على رئابته بيبقى فيها خطأ إيه هو الغضروف العنق له له ليه خصوصية مختلفة شوية زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف الغضاريف دي بيبقى أي غضروف ليه قلب من جوة وليه غطاء من بر لما بينشف الغضروف القلب ده حاجة جيلية طرية لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي يبتدي العيان يعاني من قلم في الرئابته القلم هنا بقى نوعين لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم هنا مختلفة أول مكان بيبقى فيه الكتاف فالعينه مش شرط رقابته بس توجعه والكتاف ليه توزيع للألم إحنا بسميه رفرد بين أو الحيل بالعرب الألم اللي موجود أنا ممكن يعني العين ييجي يقولك أنا أعلى ظهري بيوجعني فأقول له لا لا ده أنت ده غضروف في رقابتك ده مفاصل رقابتك فالجزء الأولين هو مفاصل للرقابة لو هي وجعته وحصل فيها خشونة أو التهاب هتعمله ألم في أسفل الرقابة وساعات كمان لو كانت المفاصل للعلوية تعمله ألم في أعلى الرقابة يقولك أنا بيجي ده صدع خلف كتير والغضروف نفسه بقى لو ده سعى الأعصاب هيعمل ألم في الإيدين وتنميل في الإيدين فالعينه يجي يشتيكي يقولك والله أنا إيديا بنملة إيديا فيها ألم بتوزيع معينة وليها رسمة احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغز فيه ومن وصف المريض قبل ما شوف الأشعة قادر أقوله والله أنت الغضروف كذا هو اللي مؤثر المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكلة فطبعا يعني حاجة يعني خطيرة إنها تتساب ولازم تتعالج إيه أسباب الإصابة بالغضر إنه بقى وضع غلط موبايل ماسبه غلط حدثة طبعا غلطة الشايخوخة الزمن يشيل حاجة غلط على رأسه يعمل زي ما تقول تمارين غلط يعمل أي وضع في ستات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات اللي كلها بيشيلوا في الدماء أه طبعا ده أسباب أعم ضمن أسباب يعم ضمن الأسباب إزاي نشخص الحالة دي؟ الوصف المرضي للمريض يحكي يقول أنا مكاني الألم كذا أماكن الألم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني صورة اللي شايفانها دي تديك أماكن الألم بتاعت مفاصل رقبة يشوف ممكن توصل للكتف يعني اللي يشوف هيقول لك إيه ده أنا ده كتفه اللي وجهه لا اللي وجهه هنا مفاصل رقابته هي اللي وجعين فمن الوصف أقدر أشخص وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبة من ور هنا تقدر المنطقة الخضرة اللي بينا في الصور مفاصل الغضاريف ديس على أعصاب اللي هي جزور الأعصاب اللي نزل على الإيد وعملت ضفيرة العصبية اللي نزل على الإيد أقدر من وصف المريض ودقة يقول لك والله هنا وهنا وهنا بعد ما باخد التاريخ المرضي وأفحص العين كويس جدا نبتدي نخش على المعامل أو الفحوصات اللي بنعمل أشهر هقرنين المغناطيس لأنه هو بيبين الخلايا والأنسجة الطرية كويس جدا وقبلها قادر يعمل أشياء عادية الأشياء عادية برضو تقول لك الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها ومتساوية ولا لأ وفيه غضاريف ولا لأ فالاتنين دول مهمين جدا أنا أقدر أحط أشياء عادية وبعدها أعمل رانين مغناطيسي أقدر أفهم لي القصة بتاعة المريض فدول الاتنين الأساسيين اللي احنا هنتمت عليهم فيه حاجات بقى ثانية بنعمل ساعات دراسة عصب توصيل العصب من الرأبة للإيد هل هو بيشتغل كويس ولا لأ ده أقدر برضو بنسبة نيرف كوندكشن نستدد مهمة جدا نقدر نقول لي العصب سليم وعلى ما سليم نشوف قدراته على التوصيل على قدرة على التوصيل أكتر ناس يعني ممكن في ناس كتير قوي ممكن تهمد فيه التعامل مع الغضروف موجودين على قطة المنطقة الشرق العوسط تلاقي الغضاريف متسابق ايه الخطورة ان انا واحد يجي له الغضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا نمسك شقيا الشق الاول له الغضروف ان هو عنده قلم بيعاني منه الغضروف ده بيضغط على العصب فتلاقي بعد شوية الغضروف بعد ما كان الإنسان جاي يشتكي من تنميل بقى فيه قلم بعد الغلم ابتدى فيه ضعف في الإيد القدرة ان يشيل حاجة ولك حاجة بتوع من إيدي نجي يعمل له اختبار في العيادة لقي دي واحدة أضعف من واحدة ويدي ضعيفة مش قادر يمسك بعد شوية ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد ممكن موضوع يجيب يعاقها جملة وممكن يجيب يخلي اليورين أو البول يسيب من المريض فطبعا الاهمال هنا ده الشق الاولاني اللي هو الغضروف ويقضى ضعف يعمل مضاعفات الشق التاني الأدوية انه نفضل شهور واسنين بياخد مسكنات مسكنات شق تأذي المعدة جدا والشق التاني بتأذي الكلة جدا لدرجة يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل وتحليل كلة تلاقي الكلة تدت تتأثر والأغرب كمان ان انت المرض بييجي الغضروف ممكن تيجي في سن كبير ويكون قريدي عنده أمراض تانية والكلة متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات ما هو لازم يضايح نفسه وفي الآخر الغضروف لازم يتعالج يعني هتسيبه لحد إمتى والقلم اللي عندك ده لازم تعالجه والعلاج مش المسكنات المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجة العلاج بإيه بقى يعني كيف نتعامل مع الغضروف وعد عنده غضروف فيه مشكلة نتعامل معه ازاي طرق العلاج كتيرة لكن زي ما هتقلت في المقدمة إن العالم كله بيتجي للتدخل الجراحي المحدود يعني مرارة بدل ما كانت بيعملوها بالمفتوح بقى نعملها بمنظر غضروف في الرجبة بدل ما كانوا يفتح الرجبة طب ما نعمل بالمنظر وهكذا التدخل المحدود ده بيدي آآ للمريض فرصة إن درجة الشفاء أسرع لأنه مفيش جرح إن العيان فترة نقها أقل آآ رضى المريض بالعملية عمتا تبقى أحسن المريض يقولك ده أنا دخلت عملت عملية في نص ساعة وأنا صحي فهنا ده بقتي الجديد في العلاج الغضروف العنقي آآ إن نعمل تبخير للغضروف نحن ممكن نوصل ليه الغضروف بإبرة تحت جهاز أشعة والجهاز ده بيصور رقبة بالزبط وقدر أحط الإبرة يعني هنا الإبرة شايفها داخل جوه الغضروف في المكان مزبوط تقدر ويبتطلع ع درجات حرارة معينة نقدر ناكل قلب الغضروف هيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب وكمان سايبين الولاف الخارجي بتاعه فعملين زي نوع من نوع الصبورت كده الصورة واضحة من الغضروف الإبرة داخل جوه الغضروف كل اللي حداك شايفه ده المريض صاحي واخد بنج موضع زي بنج الأسنان بالزبط المريض مش متضايق وممكن من شغل أغاني زي ما قلنا قبل كده الدنيا تبقى حاجة بيس جدا والمريض يبقى قاعد يقول أنا يعني أنتم بتشتغله فعلا وقالنوا له اه احنا مشغالين فطبعا الميزة التانية كمان أن أنا بعد ما أشيل الإبرة وكالنا لو ضروف العيان يقوم يلبسه دوما يروح يعني ما فيش أحد تقعد في المستشفى فترة طويلة ساعت ما فيش رقبة كمان بالقبس هاله فيش ده أن أنا لبسه رقبة خاصة أن أنا ما عملتش حاجة جمدة تدخل عميق تروما جمدة تروما جمدة كلها إبرة تروما جمدة كلها إبرة بالظب وبعدين الحاجة التانية أن في مرضى ما ينفعلهمش بينجا كلي ويقولك أنا عندي القلب وعند الضغط وعند السكر طب أنا وأنا سبعين سنة خمسة سبعين سنة طب هتعمللي العملية دي ما هو كلها إبرة زي ما بتاخد إبرة عضل زي ما بتاخد إبرة في أي حتة نفس الإبرة بس هي بطريقة تانية وإبرة مختلفة طبعا وشكل مختلف فبتبقى إن المريض ينفعله التكنيج ده طبعا تنفع بسهولة جدا حتى مهما كان عمر المريضة دي وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعة يروح على قطة يأكل حاجة بسيدوم يروح البيت طب ما ده حاجة يعني رائعة يعني مقارنة بالعمليات المفتوحة لكن بعض الأحيان لا يجي المريض أقول له أنا ما بحبش دايما أظلم الجراح يعني الجراح برضو مهمة جدا يجي المريض أقول لا بص إنت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكلة أكبر منها تتعالج بالإبر وتتشخص كده لا إنت لازل تعمل جراحة مفتوحة وده يعني يقول له حاديك هما الجراحة والجراحة المحدودة أو التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضبعض خلص يعني نورتنا فن وعسعتنا بهذا الحوار الممتع الفن العزيز القيمة على المال كبيرة السؤس دكتوري شم العزازي كان في حوار كالعادة مثير ومهم جدا حاول التدخل المحدود فيما يتعلق بألام وظروف الرقبة الألم مشكلة كبيرة علم مهم جدا ينبغي أن نقف أمامه وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة ضيف العزيز له جزيلة شكرا لكم أيضا في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة